تهديدة مستمرة يتعرض لها أصحاب المقاهي ومراكز تجمعات الشباب في محافظة البصرة وأستترجاه لمن الحكومة المحلية والجهات الأمنية المزيد من التفاصيل عبر التقريض الآتي كيف يتخاصمون على حلال الدين من يتخاصمون على حديل حاهم؟ نعم إنها تلك الجماعة التي أخذت من الدين عباءة لتتستر على عيوبها جمعت فرض القوانين حسب مزاجها من غير مراعا لأرزاق المواطنين الذين يبحثون عن لقمة عيشهم بالحلال فكان لتلك الجماعات المندسة رأيا آخر حيث تلقى عدد من مالكي المقاهي في البصرة رسائل تهديد بسبب افتتاحها في أيام شهر محرم مصدر المحلي قال إن عددا من مالكي المقاهي تلقوا تهديدات وتحذيرات من افتتاحها خلال شهر محرم الحرام فيما بين إن التهديدات كانت مقتصرة على عمل الفتيات خلال أيام الشهر بعض التهديدات كانت على شكل رسائل مكتوبة بالخط الأحمر أرسلت للمالكين الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية لفتح تحقيق بطبيعة تلك الرسائل ومن يقف خلفها المصدر نفسه قال إن التهديدات أرسلها شبان ملثمون يستقلون دراجة نارية حسب ما وثقته كاميرات المراقبة التي تتحفظ عليها الجهات الأمنية لأمور التحقيق ووثق المصدر صورة لشكل التهديد الذي تلقاه مالكي المقاهي في البصرة فيما بين إنه كتب باللون الأحمر فاطمة دوليمي WTV